برضو من ضمن القرارات اللي كانت منطقية جداً كان طبيعي جداً ان احنا يعني نشوف قرار زي كده ان يكون فيه إصرار أو قرار بعدم مشاركة الاهلي في المسابقات اللي بنظمها اتحاد الكورة زي الكأس وزي السفر وعلى ذلك ذكر الكأس كانت نواة تتكلم ان احنا بنشارك في نسختين تحسوا حضراتكم ان هم فيه نسختين من الكأس فتحهم على بعض طبعا ده ما بيحصلش في اي حتة تانية في الدنيا لكن الحقيقة برضو لازم نوضح المنطق اللي ورا هذا القرار منطقي منطقي ان انت كاتحاد كورة مسبب لي كوارث وكوارث دي مش صيغة مبالغة كوارث الحقيقة يعني ومش عارف تحفظ لي حقي في كل موقف انا بتعرض له من وقت حرماني من لعبتي الدوليين في مونديال الاندية مروراً بتضارب موعيد امم افريقيا مع المونديال وبعدها بتلعبني كاس قديم وكاس جديد الكاسين اللي هم المفتوحين على بعض اللي بقول لحضراتكم عليهم وبعدين تعمل لي ازمة في ملعب نهائي دوري الابطال بجانب الكوارث التحكمية اللي بتتسبب فيها لجنة الحكام واللي الاهلي طالب من خلالها اكتر من مرة بتحكيم اجنابي في كل مبارياته وعلى حسابه وكان الرد عشوائي كالمعتاد الحقيقة الناس كتير شايفة ان كل قرارات اللي صدرت يعني كلها قرارات صائبة من النادي الاهلي وتوقيتها ايضاً مناسب جداً عشان نعرف كمان نعالج كل السلبيات اللي احنا شايفينها واللي حصلت طوال الفترة الماضية نتمنى بقى ان شاء الله ان اللي جاي يكون اصبت لان اللي فات ده الحقيقة يدرس في علم العشوائية وعلم اللا منطق فعايزين الوضع ده يتغير الفترة الجاي